اشتركوا في القناة اشهرها هذا الذي بين ايدينا والذي نتحدث عنه اليوم وهو الاستيعاب في معرفة الاصحاب وهو من اوائل الكتب التي اهتمت بترجمة الصحاب والكرام اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب اعتبر ان المكتب التي تخلو منه فقد خسرت الشيء الكثير لما يحتويه من معرفة ومعلومات عن سير الاعلام والصحاب والكرام وهو يتحدث عن فضائل الصحاب باجاز وبسهولة وبسلوب ممتع انصح بقراءته والاستعانة به ويعتبر من الزاد الذي لا غنى عنه توفي ابن عبد البر سنة 463 حجرية جزاء الله عن الاسلام خير الجزاء وان شاء الله ألتقيكم في فيديو آخر وترجمة لعلم من الأعلام دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر